بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو لدينا شرح وحل الأسئلة الشاملة لليونت السابع للصف السادس الابتدائي المنهج الجديد يكون من فرعين A وB يعني القطع المرئية ويكون عليها 5 درجات وتكون هذه القطعة موجودة في يعني في صفحة 101 من كتاب الطالب وأسئلتها تكون في صفحة 102 من كتاب الطالب أيضا والموضوع هو يكون عن Making a card يعني صنع بطاقة وعملت قطعة مرئية عن هذا الموضوع Making a card You can send cards on many special days تستطيع أن ترس البطاقات في أيام خاصة عديدة تكون هذه الأيام أما Mother's Day Tito's Day يعني في عيد الأم أو عيد المعلم أو a birthday Buying a card يعني شراء البطاقة Buying هنا buy معناه شراء Buying a card شراء البطاقة is not cheaper إنه ليس أرخص than making your own card يعني ليس أرخص من صنع بطاقتك الخاصة بك Making a card يعني صنع البطاقة is thicker بتكون أسمك thicker معناها أسمك صنع البطاقة تكون أسمك and you can use lots of things وتستطيع أن تستخدم الكثير من الأشياء like ribbons مثل يعني الأشرطة buttons الزرار to decorate your card لكي تزين بطاقتك You can use drawings تستطيع أن تستخدم الرسومات cutouts المجسمات and you can use glue وتستطيع أن تستخدم الصمغ الصزار المقاص popcorn الذرة الصفراء أيضا في التزين When you fold your card or paper حينما when you fold حينما تطوي your card or paper بطاقتك أو ورقتك write your message inside the card write your message أكتب رسالتك inside the card في داخل البطاقة والآن نأتي إلى أسئلة القطعة المرئية والتي تكون في صفحة 102 of the pupils book من كتاب الطالب read making a card يعني أقرأ صنع البطاقة أجن مرة أخرى and take years or no number one we can send cards on many special days نحن نستطيع أن نرسل البطاقات في أيام خاصة عديدة تكون yes number two buying a card is cheaper than making your own card buying هنا شراء a card البطاقة is cheaper أرخص than making your صنع البطاقتك الخاصة بك فتكون no جوابها number three it's best to make إنه من الأفضل أن نصنع a card يعني بطاقة using cards بستخدام يعني الورق المقوّل card because it's thicker لإنه يكون اسمك فتكون جوابها yes number four you can use lots of different things تستطيع أن تستخدم الكثير من الأشياء المختلفة to decorate your card لكي تزيين بطاقتك فيكون جوابها yes number five you shouldn't use glue to make your card إن تجب أن لا تستخدم الصموغ في صنع البطاقة فيكون جوابها no number six we usually write our message inside the card we usually write our message inside the card نحن عادت أن نكتب رسالتنا في داخل البطاقة فيكون جوابها yes number seven you can use wrongs تستطيع أن تستخدم الرسومات or cutouts المجسمات or bath أو كلاهما on your card على بطاقتك فيكون جوابها yes number eight it's best not to fold the card or paper إنه من الأفضل بأن لا تطوي البطاقة أو الورقة فيكون جوابها no والآن لدينا فرع B textbook passage يعني نصوص الكتاب يكون عليها أيضا 5 marks خمس درجات القطعة الأولى من نصوص الكتاب تكون في اليونت السابع في صفحة 97 من كتاب النشاط هناك قطعة ثانية أيضا في اليونت الثامن في صفحة 107 من كتاب النشاط وهذه القطعتين هي الداخلات في الوزاري ومهمة جدا القطعة الأولى الموجودة في اليونت السابع في اليونت السابع تكون mother's day في صفحة 97 والقطعة الثانية الموجودة في اليونت الثامن تكون teacher's day في صفحة 107 والآن نبدأ بشرح القطعة الداخلة في الوزاري من نصوص الكتاب والموجودة في صفحة 97 من كتاب النشاط Mother's day عيد الأم Mother's day is a day يعني عيد الأم هو يوم to show love and thanks لكي نبين الحب and thanks والشكر to all wonderful moms إلى كل الأمهات الرائعات everywhere في كل مكان by helping at home بمساعدتهم في البيت and by giving presents and flowers وبيعطاؤهم الهدايا والورود Mother's day celebrations احتفالات عيد الأم go back many thousands of years يرجع go back معنى هنا يرجع إلى many thousands of years إلى آلاف السنوات thousands هنا معنى آلاف of years years السنوات Mother's day celebration go back many thousands of years يعني التاريخ that country celebrate الذي البلدان تحتفل فيه this day في هذا اليوم is different around the world إنه مختلف different هنا معناها مختلف around the world حول العالم in some countries في بعض البلدان the date is in May اللي يعني التاريخ يكون في شهر May and in others وفي البلدان الأخرى like Iraq مثل العراق it comes earlier in March إنه يأتي يعني مبكرا في شهر March في الشهر الثالث On Mother's day في يوم الأم أو عيد الأم most people يعني الكثير من الناس give presents يعطون هدايا and cards وبطاقات to show their mothers how much they are loved لكي يعرضون أو يبينون لأمهاتهم كم هم يحبوهم flowers have always been the traditional gift flowers الورود have always been يعني دائما كانت the traditional gift الهدايا التقليدية traditional معنى التقليدي و gift هدية الهدية التقليدية for mothers لأمهات today يعني في الوقت الحاضر they are still a favorite present إنها لا زالت يعني الهدايا المفضلة as well as وأيضا chocolates الشوكلات and many other things وأشياء أخرى عديدة many families يعني الكثير من العوائل go out to restaurants تذهب أو تخرج إلى المطاعم restaurants المطاعم to celebrate لكي يحتفل so that لذلك the moms الأمهات do not need لا تحتاج to do the cooking بأن تطبخ وهذه القطعة من نصوص الكتاب الداخلة في الوزاري عليها أسئلة وزارية خاصة choose the correct answer اختر الجواب الصحيح وهذه الأسئلة مهمة جدا number one in Iraq في العراق mother's day عيد الأم is in إنه في فلدينا اختيارات a april b march c may فكما تعلمنا بأنه عيد الأم يكون في العراق في شهر march فنختار يكون الاختيار b march number two many families go out to العديد من العوائل تخرج إلى to celebrate لكي تحتفل so that لذلك the moms الأم don't need to do cooking لا تحتاج بأن تطبخ فلدينا أيضا اختيارات a هم يخرجون العوائل a library المكتبة b restaurant المطعم c theater المسرح فيكون هو جوابها b restaurants لأن الكثير من العوائل تخرج إلى المطاعم لكي تحتفل لذلك الأمهات لا تحتاج أن تطبخ فيكون جوابها b restaurant number three mother's day celebrating يعني احتفال عيد الأم go back many of years يرجع إلى a لدينا اختراعات أيضا thousands آلاف السنوات b hundreds مئات c centuries قرون فيكون جوابها كما قرناها في القطعة بأنه إلى آلاف السنوات يكون جوابها a thousands of years thousands of years number four the date that many countries celebrate mother's day the date that many countries celebrate mother's day التاريخ الذي فيه الكثير من البلدان تحتفل بعيدة الأم is around the world يعني حول العالم فيكون a similar متشابه be different مختلف see the same يعني نفس الشيء فيكون be كما تعلمنا different مختلف يكون في العراق في شهر وفي بلدان أخرى في أشهر أخرى فيكون be different is different around the world حول العالم number five today في الوقت الحاضر they are still the favorite present لا زالت يعني الهدايا المفضلة as well as chocolate وأيضا الشوكلة فالهدايا المفضلة هي كما قرنا في القطعة أي bags الحقائب be caught البطاقات see flowers الورود فالهدايا المفضلة والتي لا زالت إلى وقت الحاضر هي flowers الورود فيكون جواب C والآن لدينا القطعة الثانية من نصوص الكتاب الداخل في الوزاري والموجودة في صفحة 107 من كتاب الطالب ونحن ونحن نحتفل لأنه نحن نريد أن نشكر معلمينا لكل قصيرة أو طويلة both will show your teacher كلهم ما يعرض لمعلميكم that you are thinking of them ذلك بأنه أنتم تفكرون فيهم on this special day في هذا اليوم الخاص making a card صنع البطاقة is another great way إنه طريقة رائعة أخرى to thank your teacher لكي تشكر معلمكم in my class in my class في صفي we think نحن نعتقد cards are the best way نعتقد بأنه البطاقات هي الطريقة الأفضل because you can decorate the card لأنه تستطيع أن تزين the card البطاقة and you can write your own message وتستطيع أيضا تكتب رسالتك الخاصة بك these are three cards هنا هذه ثلاثة بطاقات that pupils in my class made التي الطلاب في صفي صنعوها now they need هم الآن هم يحتاجون to write بأن يكتبون a happy teacher's day عيد معلم سعيد at the top في الأعلى على الأعلى and write their message inside ويكتبون رسالتهم في الداخل this is what this is what some pupils said هذا ما قاله بعض الطلاب فالرسالت تكون I drew a tree I drew a tree أنا رسمت شجرة with the sun مع الشمس and grass والعشب because in March it's spring لأنه في في شهر مارش الشهر الثالث إنه الربيع my teacher loves spring my teacher loves spring معلمي ومعلمتي يحب تحب الربيع I drew some flowers أنا رسمت باع الورود and strawberries و الفراول because strawberries are my are my favorite because strawberries are my teacher's favorite fruit لأنه الفراول هي فاكت معلمتي أو معلمي المفضلة I made my card with cutouts boats أنا صنعت بطاقتي بمجسمات لزوارق on the sea على البحر because my teacher likes going to the seaside إنه معلمتي أو معلمي يحبون الذهاب إلى شاطئ البحر والآن سوف نشرح ونحل القطعة الخاصة بالنصوص الكتاب number one what season is teacher's day يعني ما هو الفصل الذي يكون في عيد المعلم فنأخذ جواب من القطعة كما قلناها because in March it's spring إنه الربيع فيكون في الاحتفال يكون في فصل الربيع فعند الإجابة نحذف what season what season وأما نكتب بدل teacher's day نكتب it أو ننزل teacher's day is أما نكتب it is it بدل teacher's day و is ننزل نفسه أو نكتب it is it is in spring it is in spring إنه في فصل الربيع number two why do we celebrate teacher's day why do we celebrate teacher's day لماذا نحن نحتفل بعيد المعلم نبحث في القطعة عن celebrate teacher's day ونأخذ جوابنا بعد ما بحثنا في القطعة why do we celebrate teacher's day لماذا نحن نحتفل بعيد المعلم يكون في الجواب في السطر الثاني we celebrate it because بسبب we want to thank our teachers إنه نريد نحن نشكر معلمين want to thank our teachers لكون جواب number two we celebrate it نحن نحتفل به because we want to thank our teachers لأنه نحن نريد أن نشكر معلمين number three write to write to good things اكتب شيئا جيدين about making your own card حول يعمل صنع بطاقتك الخاصة لكون جواب من القطع أيضا you can decorate the card you can decorate the card تستطيع أن تزين البطاقة هذا شيء جيد and you can write your own message وتستطيع أن تكتوب سارتك الخاصة لكون جواب number three you can decorate the card تستطيع أن تزين البطاقة and you can write your own message وتستطيع أن تكتوب سارتك الخاصة number four how would you decorate your teacher's card how would you كيف يعني سوف تزين بطاقة عيد المعلم I decorate my teacher's card with cutouts flowers بأي شيء الطالب يكتبها هذا سؤال خاص للطالب يكتب الطالب أي إجابة صحية with ribbons بالأشرطة buttons فهنا كتبت I decorate my teacher's card يعني أنا وزين بطاقة عيد المعلم with cutouts flowers بالورود المجسنة وآن لدينا question number two grammar القواعد ويكون عليها 10 marks 10 درجات number one I'm going to I'm going to هنا معناها سوفة going معناها سوفة I'm going to وكما تعلمنا سابقا بأنه بعد التو يأتي فعل مجرد فعل مجرد لدينا buy buying buys a scarf أنا سوف أشتري يعني وشاح فنختار buy لأنه بعد التو فعل مجرد number two we need needing paper نحن نحتاج بعد we they you كما تعلمنا أيضا سابقا بأنه يأتي فعل مجرد ومع he والش والإت واسم الشخص أو اسم الفاعل المفرد يأتي فعل vs فوي هنا نستخدم بعدها فعل مجرد we need number three yesterday البارحة عندما تأتي كلمة yesterday أو last week الأسبوع الماضي last monday الأثنين الماضي فنستخدم فنستخدم الفعل الماضي في الجملة dania yesterday البارحة dania buy bought buys red bag يعني اشترت dania البارحة اشترت حقيبة حمراء فنستخدم الماضي فالماضي يكون bought bought اشترت number four let's بعد let's يأتي أيضا فعل مجرد let's rub wraps wrapping moms back first دعنا نلف أو نجلد هدية حقيبة أمنا أولا فبعد let's دائما يأتي فعل مجرد let's rub فنختار rub number five she's clean cleaning cleans the house هنا لدينا فعل وهنا لدينا is ولكن مختصري فكما أيضا تعلمنا بأنه بعد is are أم يأتي فعل فيه ing بعد is أم are فعل فيه ing هنا is يأتي بعدها cleaning فعل ing number six dad is going to بعد two فعل مجرد to get getting a watch for granny huda فعل مجرد to get number seven Dania you should clean cleaning cleans the floor بعد should وبعد must وبعد can يأتي أيضا فعل مجرد وبعد let يأتي فعل مجرد وبعد to أيضا فعل مجرد to can should must can يأتي بعد هم فعل مجرد you should clean cleaning cleans the floor you should clean فعل مجرد number eight he's tidying or tidy up his room هنا is لدينا فعل مساعد بعد الفعل مساعد is mr يأتي فعل فيه ing فاستخدم tidying he's tidying up his room أنه يرتب غرفته number nine you can draw draw draws you can بعد can كما ذكرته قبل قليل بأنه should can let to يأتي بعد هم فعل مجرد can يأتي بعد فعل مجرد you can draw what you want تستطيع أن ترسم ماذا تريد فنختار draw draw هنا في الماضي إلا نستخدم ها number ten at on in saturday we are having a party في يوم السبت نحن لدينا حفلة فمع أيام الإسبوع كما تعلمنا سابقة بيننا تأتي on مع أيام الإسبوع on sunday on saturday number eleven the party is going to be in on at our house أيضا تأتي مع ال home or house تأتي at الحفلة سوف تكون في بيتنا at our house our house في اتي مع at number twelve باسم is going to tidy her or his room باسم هو مذكر فنستخدم معه his number number 13 ويسام is going to put put up or put down the decorations ويسام يعلق يعلق put tab وليست put down put down يعني ينزل الزينة ولكن put up يعلق الزينة فنختار put up number 14 she's feel or feeling or feels better now she's بعد is وال m وال are يأتي في ing فنختار feeling هي تشعر بتحسن الآن number number 15 number 15 you must أيضا must يأتي بعدها فعل مجرد وعيد الذي قلته بأنه let to must should can يأتي بعدهم فعل مجرد must start you must start or start or starting making the cake now يعني أنت يجب أنت تبدئين بصنع الكيك الآن فنختار start بدون أي شي number 16 put or putting or put the flowers in a jug هنا إذا كانت إرشادات أو أوامر نستخدم put نكون فعل مجرد في بداية الجملة ولكن هنا ليست إرشادات وليست أوامر نقول وضع الورود في الإناء وضع الورود في الوعاء فقط وليست إرشادات فنستخدم putting اسم هنا putting جاءت اسم لأن وضع نها ing وضع الورود في الإناء putting flowers in a jug number 17 blowing or 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 blows up the balloons the balloon بالونات يعني نفخ البالونات إذا كانت أيضا أوامر نستخدم blow بدون أن تكون مجرد بدون أي شي نقول انفخ البالونات ولكن هنا جاءت اسم نفخ البالونات نستخدم ing number 18 paint or paint or painting a picture أيضا هنا لم تأتي إرشادات أو أوامر فقط نقول رسم الصورة رسم صورة إذا جاءت إرشادات نستخدم paint المجرد ولكن هنا جاءت ليست إرشادات نقول رسم صورة painting a picture painting a picture number 19 chooses or choosing your card هنا نقول نقدم له إرشادات اختر بطاقتك فنستخدم الفعل مجرد choose your card choose your card اختر بطاقتك number 20 we draws or draw or drawing two rabbits in the middle نحن رسمنا هنا بعد إكمال البطاقة في استخدم الماضي we draw two rabbits in the middle نحن رسمنا أرنبين في الوسط number 21 we write or wrote or writing our message inside the card yesterday نحن كتبنا رسالتنا في داخل البطاقة البارحة إذن نختار wrote في الماضي number 22 we make we make or made or making an envelope نحن صنعنا ونها بعد إكماله فنستخدم الماضي we made an envelope نحن صنعنا ظرف الآن لدينا question number three functions الوظائف يكون عليها 10 marks أيضا 10 درجات number one let's rob moms back fast دعنا نلف أو نجلد حقيبة أمنا أولا فيكون جواب E which paper should we use أي ورق أو أي تجديد يعني نحن يجب أن نستخدم فيكون جواب D أيضا بيكان yes we can لأنه السؤال بيكان فجواب يكون yes we can number three was the workshop أين محل الساعة فيكون جواب A it's on the first floor في الطابق الأول next to the pharmacy بجانب الصيدلية number four where is the frame shop where is the frame shop أين محل الإطارات فيكون جواب F it's on the ground floor إنه في الطابق floor معناها الطابق ground الأرضي opposite the supermarket يعني مقابل الأسواق number five what's mom doing ماذا تفعل الأم فيكون جواب C she's baking a cake إنها تخبز الكاك number six what's a mom doing ماذا عما يفعل فيكون جواب B أما is painting pictures أما هو يرسم الصور number seven what's ويسام doing ماذا ويسام يفعل فيكون جواب G ويسام is tidying up his room ويسام يرتب غرفته number eight what's Dania doing ماذا Dania تفعل فيكون جواب G she's cleaning the floor إنها تنظف الأرض number nine what's dad doing ماذا الأب يفعل فيكون جواب E dad is putting up the decorations يعني الأب يعلق الزين number ten what's the man doing ماذا الرجل يفعل جواب H he's pushing his daughter he's pushing his daughter إنه يدفع ابنته number eleven what card is it what card is it يعني ما هي ما هي بطاقة أي شيء بطاقة ماذا A فيكون جواب I it's a birthday card إنها بطاقة عيد ميلاد number twelve who's the card to لمن البطاقة هنا تسأل عن الشخص who's card to لمن البطاقة فيكون جواب A it's to her friend it's to her friend إنها إلى صديقتها number thirteen what color card did she choose what color card did she choose ما ألوان البطاقات التي استخدمتها أو اختارتها فيكون جواب C she chose blue card she chose blue card إنها يعني اختارت بطاقة الزرقاء هنا choose تحولت إلى الماضي والمضارع يكون choose حولنا الفعل إلى الماضي لأنه لدينا did في السؤال number fourteen what did she draw on the card what did she draw on the card ماذا رسمت على البطاقة أيضا جواب نحول draw إلى الماضي يجد في السؤال تمكن جواب B هنا حولنا لdraw إلى draw الفعل الماضي she draw إنها رسمت الفني باع يعني دوب مسلي number 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 15 what other decorations did she put on the front what other decoration did she put on the front ما هي التزين الآخر الذي وضعته على المقدمة فيكن جوابها F she wrote happy birthday إنها كتبت عيد ميلاد سعيد number 16 what can we do for teachers day what can we do ماذا نستطيع أن نفعل لعيد المعلم فيكن جواب D let's make a card دعنا نعمل بطاقة والآن لدينا question number 4 vocabulary المفردات يكون عليها 10 marks أيضا 10 درجات يوجد تمرين في صفحة 94 من كتاب الطالب عن المفردات لدينا في هذا التمرين الموجود في صفحة 94 من كتاب الطالب كلمات بالأعلى بالصناديق الخضراء ويطبنا نضعها في الفراغات ودن معناها صوفي ودن معناها خشبي متل معناها معدني لذو معناها جلد كما نلاحظ في الصور بأنه الحقيبة من الجلد فنختار لذا أنا اشتريت بوت هنا معناها اشتريت في الماضي حقيبة حمراء جلدية أتمنى أن تحبيها دانيا كما نراحظ في الصورة بأنه بيكتر فريم يعني إطار الصورة وإطار الصورة يكون خشبي فنختار وودن وودن هي معناها خشبي اي بوت اللون مام مام نحن جميع نشتري لك ساعة الساعة كما نلاحظ في الصورة مصنوعة من المعدن إنها مصنوعة من المعدن ولكن إنها ليست حقيقة مصنوعة من الذهب غولد معناها ذهب وأيضا لدينا التمرين في صفحة 97 من كتاب الطالب عن المفردات هنا لدينا في هذا التمرين أيضا كلمات بالأسفل باللون الأخضر ويطلب مننا أن نضع الكلمات في الفراغات Bedroom غرفة النوم Balloons البالونات Cards البطاقات Jug يعني الوعاء أو الإناء Pictures صور flow الطابق معناها أو الأرض Sitting room غرفة النوم Decorations يعني التزيين Cake يعني معناها الكيك Sam You should blow up The We Sam You should blow up We Sam يعني أنت يجب أن تنفخ كما نلاحظ عندما نشاهد كلمة blow up ننفخ فدائما تأدي معها كلمة Balloons ننفخ البالونات You should blow up the balloons أنت يجب أن تنفخ البالونات I need them أنا أحتاجهم for the decorations للتزيين ولكن أولاً يجب أن ترتب Tidy up أيضاً عندما نلاحظ كلمة tidy up دائماً تأتي مع Bedroom غرفة النوم يرتب غرفة النوم فلتائنا كلمة blow up balloons tidy up Bedroom Okay Dania Okay Dad حسن أبي Dania You should clean تنظفين the floor أيضاً تأتي دائماً نكليم مع floor You should clean the floor أنت يجب أنت تنظفين الأرض First أولاً Then Can you help with some blow up the balloons بعد ذلك Then Can you help with some تستطيعين أن تساعدين وسام blow up the balloons بأن ينفخ البالونات Can I help to استطيع أن نساعد أيضاً Yes أمار Of course You can نعم الأمار بالطبع تستطيع I must start making the cake يعني أنا يجب أن أبدأ بالصنع الكيك دائماً مع make أيضاً يأتي cake or card يصنع الكيك أو الكار بطائق فهنا تقول I must I must start making the cake أنا يجب أن أبدأ بصنع الكيك It takes a long time to bake إنها تأخذ وقت طويل لتخبز But دانية ولكن دانية First أولاً I'll help you clean the floor أنا سوف أساعدك بتنظيف الأرض in the stung room في غرفة الجلوس I must put أيضاً تأتي كلمة put up مع decorations put up the decorations أنا يجب أن أعلق الزينة I want the sitting room to look pretty أنا أريد أن تبدو جميلة We should put the flowers in the pretty glass jack We should put the flowers نحن يجب أن نضع الورود in the pretty glass jack في الزجاج الجميل We bought for your birthday نحن اشتريناه لعيد ميلادكم That's a good idea هذه فكرة جيدة Can you do it دانية تستطيع عمليها دانية When can I start making the cards متى أبدأ بصنع الكارتات أو البطاقات أما دانية and we saw You should all start making the cards أنتم جميعكم أن تبدؤون بصنع البطاقات as quickly as possible على أسرع ما يكون But do the balloons first do the balloons first ولكن أولا انفخوا البالون أو عملوا البالونات I want to paint the pictures I want to paint the pictures أنا أريد أن أرسم الصور The cards must be the best البطاقات يجب أن تكون الأفضل هنا في هذا التمرير هنا لدينا أفعال دائما مرتبطة مع كلمات أخرى مثلا blow up balloons يعني ننفخ البالونات tidy up bedroom ترتيب غرفة النوم clean the floor تنظيف الأرضية making cake صنع الكاك clean the floor in the stung room put up decorations و أيضا put the flowers in jack in the pretty glass jack أيضا making cards paint the pictures رسم الصور و أيضا يوجد تمرين آخر في صفحة 102 من كتاب الطالب عن المفردات choose two words يعني اختار كلمتين to match each verb لكي عندوا طابق كل فعل and circle them و حوضهم have number one have و لدينا كلمة a party يعني حفلة a weekend my school a celebration a celebration احتفال my school مدرسة a weekend نهاية الأسبوع فتكون have a party يقيم حفلة أو have a celebration يعني يقيم احتفال number two give يعطي a present and a card يعطي هدية ويعطي بطاقة هنا لدينا the decorations يعني التزيين this weekend number three help يساعد your parents والديك everything هنا كل شيء shopping بالتسوق my brother يعني يساعد والديك و my brother أخي number four make grandma يعني يصنع دائما قلنا الماك تأتي مع الكارد مع البوستر مع الكيك make a cake و make a poster يصنع أيضا الملسق الجداري a poster number five write a present يعني يكتب حدية أو يكتب list قائمة أو يكتب a message أو يكتب surprise هنا مندهش أو مدهش فدائما write تأتي مع a list ومع a message يكتب رسالة ويكتب قائمة number six choose يختار your paper and choose your rank يعني اختار رسمة واختار الورقة your paper ورقتك واختار رسمتك هنا لدينا idea فكرة your idea of your birthday يعني يعيد ميلادك number seven use استخدم glue and use scissors يعني استخدم الصمو واستخدم المقص و أيضا لدينا party حفلة present هدية number eight send a message رسالة a smartphone هاتف ذكي an email يعني an email balloons نفع البالونات balloons البالونات فهنا send يرسل رسالة ويرسل email send a message و send an email وهنا أيضا لدينا كلمات ونضعها في الفراغات shopping تسوق presents هدايا scarf وشاح watch ساعي cards بطاقات paper ورق balloons يعني بالونات فود طعام number one what we need to buy at the supermarket ماذا نحتاج ان نشتري من السوبر ماركت فدائما نشتري من السوبر ماركت ماذا نشتري فود طعام what food we need ما الطعام الذي نحتاجه اللي كي نشتريه من السوبر ماركت what food number two we need نحن نحتاج for the cards and wrapping up the presents نحن نحتاج للبطاقات ولتجليد الهدايا ثم ماذا نحتاج paper ورق يعني لكي نجلق للبطاقات وللتجليد الهدايا number three i'm going to buy a farag for granny نادية انا سوف اشتري لجدتي نادية scarf scarf هو كما في القصة موجود في الكتاب انه اشتروا الى الجدة نادية scarf و الى الجدة هدا a watch number three number four let's write a farag list let's write دعنا نكتوب قائمة التسوق a shopping list let's write a shopping list let's write a shopping list shopping list قائمة التسوق number five dad is going to buy a farag for granny huda الى الجدة هدا اشترى الاب ساعة a watch اذا نختار من العلى a watch number six can i write the first أستطيع أن أكتب أولا الهداية the presents can i write the presents first أستطيع أن أكتب أولا الهداية أولا number seven i'm going to make number seven i'm going to make the cards أنا سوف أصنع كما قلنا make تأتي مع cards i'm going to make the فيأتي مع make diamond cards أنا سوف أبدأ بصنع يعني البطاقات number eight can we have and decorations can we have balloons and decorations نستطيع أن نملك يعني بالونات وتزين وأيضا لدينا تمرين آخر cake معناها cake paper ورق flowers cards بطاقات presents هدية باي يشتري food طعام number one my mother always cook delicious food أمي دائما تطبخ طعام لذيذ دائما معا delicious cook وكوك يأتي food cook delicious طعام لذيذ number two I like this wrapping with gold sauce I like this wrapping أنا يعني أنا أحب هذا التجليد الورق ورقة التجليد مع النجوم الذهبية I like this wrapping paper يأتي معا الدائما wrapping معا يأتي paper wrapping paper يعني ورقة التجليد مع النجوم الذهبية number three let's put the in the pretty glass jack دعنا نضع في الوعاء الزجاجي فماذا نضع فيه فماذا نضع فيه نضع الورود flowers let's put the flowers in this pretty glass jack number four one slice one slice يعني شريحة واحدة of chocolate cake cake من cake الشوكلافومي لرجعا فنضع كلمة cake number five we made two one for mom and one for grandma أنا صنعت بطاقتين فنكتب cards لا أعلى نأخذ كلمة cards صنعت بطاقتين واحدة لأمي واحدة إلى جدتي number six what are you going to at the shopping mall what are you going to buy at the shopping mall ماذا سوف تشتري من مركز number seven my birthday was a computer game كانت هدية عيد ميلادي كانت لعبة computer فنختار present my birthday present my birthday present هدية عيد ميلادي كانت a computer game لعبة computer أيضا لدينا تمرين أيضا هنا أفعال ويطلبنا أن نطابقها مع الأسماء number one do number one do number one do يكون جواب F do shopping or do cooking إذا جاءت shopping صححة وإذا جاءت cooking صححة يعني do shopping and do cooking to clean ينظف يكون جوابها D clean the floor or clean the house clean the floor or clean the house ينظف الأرض أو ينظف البيت number three buy يكون جوابها E presents يعني يشتري هدايا number four put up يعلق يكون جوابها C decorations number five make يكون جوابها B أما make a card or make a cake make تأتي مع الكلمتين make a card and make a cake يصنع بطاقة ويصنع cake number six blow up يعني ينفخ يكون جوابها A balloons وأيضا يوجد لدينا تمرين آخر number one put ويكون جوابها B put flowers in Jack put flowers in Jack يضع الورود في الوعاء number two tidy up يرتب يكون جوابها C the bedroom the bedroom غرفة النوم number three paint يرسم يكون جوابها A a picture paint a picture number four bake يخبز يكون جوابها D mother's day cake يعني كيك تعد الأم والآن لدينا كوسي number five spelling يكون عليها 5 مارس خمس درجات والدينا بعض الأمثلة number one clean هنا إضافة الing هنا لدينا مراجعة سريع على إضافة الing إذا كانت الكلمة تنتهي بE فنحذف ال E ونضيف ing أما إذا كانت الكلمة لا يوجد فيها E فنضيف ing فقط leave هنا نهاية E نحذفها ونضيف ing play لا يوجد E فنضيف رأسنا ing إذا كانت الكلمة منتهية بحرف صحيح قبله حرف ألا واحد فقط فنضاعف الحرف الأخير ونضيف ing مثل هنا لدينا كلمات stop هنا حرف صحيح ال P وال O حرف ألا واحد فنضاعف الحرف الأخير stopping ضاعفنا مارسين سوينا وضفنا ing travel أيضا ضاعفنا لأن قبل E حرف ألا واحد traveling put putting wrapping هنا لدينا فيها التمرير clean لا يوجد فيها E فقط نضيفها ing cleanning shop هنا حرف صحيح وقبل حرف الأحرف في الحرف الأخير shopping 會 نضيف ing wrap أيضا حرف صحيح وقبل الحرف الأنا نضاعف في الحرف الأخير wrapping put أيضا ضاعفنا لأن حرف ألا بالوسط putting go رأسا نضيف ing فقط لأن لا يوجد E فنهايتها حتى نهذفه رأسا نضيف ing Go going Get هنا حرف صحيح وقبل حرف الأندقاء في الحرف الأخير نضيف ing نضيف فقط ing ايضا فقط نضيف ing هنا نهاية e نحذفه نضيف ing هنا حرف صحيح قبل حرف على نضاعف الحرف الأخير نضيف ing هنا e نحذفه نضيف ing هنا لدينا إضافة d وال ed الماضي عند إضافة ed or d للفعل ليتحول إلى الماضي إذا كانت الكلمة تحتوي على e فقط نضيف d وإذا لا يوجد في الكلمة e نضيف لها ed مثال عندنا هنا play هنا لا يوجد في نهاية الكلمة e فنضيفها ed play played like هنا نهاية e فنضيف لها فقط d like like إذا كانت الكلمة منتهية بحرف صحيح قبل وحرف إلا واحد فقط فنضاعف الحرف الأخير ونضيف ed مثال كما ضاعفنا في إضافة ing أيضا نفس الشيء stop stopped أيضا ضاعفنا الحرف الأخير لأنه حرف صحيح قبل حرف إلا واحد وضفنا ed rub rubbed أيضا ضاعفنا الحرف الأخير لأنه حرف صحيح قبل حرف إلا واحد إذا كانت الكلمة منتهية بحرف y قبلها حرف صحيح فنحذف ال y ونضيف بدلها i نضيف ed يعني نحول ال y إلى i ونضيف ed إذا كانت ال y وقبل حرف صحيح وليس حرف تاعي d هنا مثل الكلمة تاعي d y وقبل حرف صحيح نحذف ال y نضيف بدل ال y i ونضيف ed تاعيد studied studied أيضا حذفنا ال y وضيفنا i وed وهناك أيضا أفعال شاذة غير منتظمة لا تأخذ D ولا E D تتغير الكلمة نهائيا هنا دينا بعض الأفعال الشاذة ويوجد الكثير منها أيضا By but تحولت الكلمة تغيرت نهائيا ولم نضف لها E D or D فنعتبرها غير منتظمة Take took put put نفس الشيء put بالماضي والمضارع Blow blow draw draw make made يعني يصنع صنعه Write يكتب wrote كتبة choose يختار chose اختاره Is was كان was بالماضي Where can you say said يقول قاله Will would shall should can could استطاع have has تحول إلى had Go went يذهب ذهب Send sent يعني يرسل أرسله See saw يشاهد شاهد Give gave يعطي أعطى Find found يجد وجده No new يعرف عرفة think thought يفكر فكر Come came يعني يأتي أتى Do does تتحول لادد Eat يأكل أيت أكله Drink يشرب Drunk شربه والآن رجعنا لحال التمرين Number two Clean cleaned هنا ضفنا لها فقط E لأنه لا يوجد في نهاية E Like هنا يوجد في نهاية E فنضف لها D فقط Like liked By هنا لا نضيف لها لأنها يفعل شاذ غير منتظم فتتغير الكلمة نهائية But By but By but Tidy up تتحول إلى Tidy up Tidy كما قلنا نهايتها Why فنحذف ال Why ونضيف I ونضيف إيدي Tidy up Blow up أيضا تتحول فعل شاذ Blow up Help Helped ضفنا لها إيدي Start Started ضفنا لها إيدي منتظم Take Took تغيرت الكلمة فعل شاذ لأنه Put up Put up نفس الشيء Go went فعل شاذ Number three Number three Should not هنا اختصار نحذف ال O فقط اللي في not Should not تصبح shouldn't Must not نحذف ال O mustn't Can not Can't هنا نحذف ال N وال O لأنه لا يصح أن نكتب مرتين N فنكتب N واحدة فقط ونضع الكوما apostrophe Will not want أيضا حذفناها تغيرت الكلمة Will not want Number four هنا لدينا كلمات ونطلب من الطالب أن يكمل الفراغات Balloon Card بطاقة هنا Present هدية Frame إطار Scarf وشاح Scissors يعني مقص Glue صمغ وعدنا فرع B Handwriting and punctuation الخطوة علامات التنقيط هنا لدينا جملة It's mother's day It's mother's day أول حرف دائما يكون من الجملة كبتلتها أسماء الأشخاص أسماء المدن أسماء الأنهار إذا كانت جملة استفايم نضع علامة السؤال في آخر جملة إذا كان جملة مثبتة نضع نقطة إذا كان يوجد اختصار نضع apostrophe بالأعلى إذا كان تعداد نضع كومة بالأسفل هنا دينا i حولنا إلى capital letter It's هنا اختصار لل i فوضعنا apostrophe الفاصل العليا هنا mother's day يعني وضعيها بعلامات اختباس بين قوسين فتكون capital اثنين يعطين mother's day mother's المدن هنا لدينا استعمالك فنضع apostrophe أيضا day نعملها capital letter ونضع dot نقطة وقوسين نمبر سيكس لدينا composition الإنشاء على تين ماركس عشر درجات في هذا الإنشاء الخاص بهذا اليومت هو الإنشاء الكتابة حول هدية أنت سوف تشتريها أكتب حول هدية أنت سوف تشتريها أم سوف تشتريها أم سوف تشتريها كما قلنا بأنا سوف أم سوف أشتري أختي الكبيرة أختي الكبيرة ساعة 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 لعيد ميلادهم تشتريها سوف تشتريها ميلادهم اشتركوا في القناة